لم تكن نينوى تعاني كما هي اليوم ولم تكن هدفا ومالا سائبا للصراق ومنتهبا لرجالات المال والسلاح كما هي اليوم يبوت أهلها حرقا على جانب دجلة الأيمن أو غرقا فيه بينما يتصارع الساسة على المناصب فيها أو فوق أطلالها أقيل المحافظ بعد حادثة غرق العبارة وراجت بعدها الاتهامات بين حكامها كل ينقي عن كاهله وزر ما يجري في المحافظة حتى انتهى الأمر إلى بيع وشراء للمنصب كشف عن جزء منه مجلس وعيان الموصل المجلس قال إن صفقات مثيرة للشمئزاز تعقد لشراء منصب محافظ نينوى عبر اجتماعات في أحد فنادق أربيل ضم السياسيين من خارج نينوى طامعين بخيراتها بعد إن أوغلت ميليشياتهم سفكا فيها فوصلت بحسب المجلس إلى 120 ألف دولار مبالغ الرشة المقدمة لمن يصوت لرجل أعمال طامع بالمنصب وذلك المنصب ركز عليه حيتان العملية السياسية فيقول النائب عن نينوى نيف الشمري إن جهات سياسية تحاول فرض أجندتها لتعين محافظ من خارج نينوى مشيرا إلى أن الفساد المستشري في المحافظة لا يقل خطورة عما مرت به إلى سيما محاولات فرض إرادات من وصفهم بالفسدين على سكان نينوى إلى داخل أروقة البرلمان انتقل الصراع لكن بنبرة أعلى فدعا عدد من نواب نينوى إلى إقالة مجلس المحافظة لضروعه بالفساد لكن مجلس النواب منقسم على نفسه حيال الأمر هذا بحسب النائب عن تحالف سائرون رعد المكسوسي الذي توقع مشادات بين النواب حول الموضوع خصوصا أن نقطة الاعتراض بين النواب جاءت بعد النقاش حول كيفية إدارة المحافظة بعد إقالة مجلسها مجلس نينوى المعني بالإقالة حذر من تمرير مقترح لمجلس النواب لحل مجلس المحافظة لما له من تبعات وآثار أمنية خطيرة على لسان عضو المجلس عبد الرحمن الوقع الذي برأ المجلس بالقول إنه كان ضحية للخلافات السياسية حول منصب المحافظة بيد أن الكثير من سكان نينوى لا يرون أن القادمة خير من السابق فالكل بنظرهم مشترك بالجريمة أو طامع بالغنيمة ترجمة نانسي قنقر